طريقة البديلة للحساب alternative method. بدل ما احسب P واقسمها على S اطلع . ماشي هاي طريقة بديلة. والمفروض طبعا يطلع معنا نفس الجواب. شو ما يسميها هاي العملية؟ لما يطلع معنا نفس الجواب بطريقة مختلفتين. شو ايش بقول لما بقول عندي طريقة طلعت بطريقة وبعدين طلعتها بطريقة تانية وطلعوا الجوابين نفسهم. ايش منسميها العملية؟ verification. او validation. طيب خلينا نطلع كيف نطلع هذول الطريقتين. اول شي بذا طلع على distortion power factor. نطلع على هاي. الايه. هذا current مضبوط. current ماشي في السبلاي. اذا طلعت هون على شكله مش حتى اطلع. شو عرفنا? تمام. اي واحد الرمس اللي هو الفنديمنتل على اي رمس للسيجنال كلها. اي رمس للسيجنال كلها بقدر اطلعه. مش هيك؟ مش طلعناه من هون? هيو. اللي هو اتنين على جذر الثلاثة. مضبوط. فلا نكتبه هون. اي رمس. من السورس. بساوي. جذر الثلاثة في ايش؟ في هاي القيمة مضبوط. اللي هي هديش كانت قيمتها? 48.6 بالعشرة. هديش تطلع معنا اللي حسبوها? فارس او مالك. 39.7. اذا هاي الارمس. الاي رمس تبع السورس. طيب. كيف بده اطلع الفنديمنتل تبع هذا? الفنديمنتل تبع اي بلوس? او اي? الواف فورم هاي اللي موجودة هون? انتوا احكولي. كيف بده اطلع الفيرست? السينسويدة للمحتوى تبع هاي الواف فورم اللي موجودة هون? اذا عملنا الفوريار اناليسيجية مش رح اعملو هون رح نعملو بعدين. قديش طلع معنا الفوريار اناليسيز الفنديمنتل? وهو بتطلع IRMS 1 يعني قديش الفريكنسي تبعته 50 هيرت أول هذا وراح يكون هذا سينوسويدل قديش قيمته تطلع 53 و 61 اه تمام هذا اللي هي البيك البيك تبعته 53 و قديش 60 و 61 على هذا بيك سينوسويدل بيك ايه كبدا تحوله لرمس عيش بقسمه جدر التنين فقديش بتطلع معي هات 37 شو معنى هدول الرقمين معنى انا في عندي ماشية سودو سكوير ويف مش سكوير ويف حقيقية كانت اللي هي شكلها زي هيك حللتها للفندمنتل والفندمنتل كان سينوسويدل البيك تبعه 53.61 لما حولتو الارمس اعطاني 37.1 اذا بدل لان احصل مباشرة تصوير عن الطرس على الدستورشن التصوير عن الطرس سينوسويدل 39.7 قديش تطلع ياه مالك او فارس .9 .9 ايش .55 55 قد انتو هلا يحكو لي ايش معنى هاي فيزيكلي ايش الفيزيكال مينينج تبعها شو يعني خمسة وتسعين وخمسة بالعشرة بالمية؟ معناها شو معناها بالنسبة لي بيني وبين شركة الكهرباء شو معناها؟ تمام أنا سحبت من شركة كهرباء سحبت فنديمنتل بس كمان سحبت هارمونيكس الهارمونيكس هدول ما عملوا للدليفوري لريل باور مين اللي عمل لي للدليفوري لريل باور؟ بس الفنديمنتل آية إس فلو أنا حاطت باور ميتر بيني وبين الشركة بس عشان تحسب سبب التأثير 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 إيش رح ألاقي؟ رح ألاقي لو أنا حسب ظاهرياً مفروض أنا مثلاً أسحب كذا وط بس أنا فعلياً سحبت 95 و 15 من هدول الوط بسبب أنه أنا بسبب أنه عندي فيه التأثير أوكي؟ ماشي؟ ما دخلنا لسه في التأثير فيه التأثير من وين رح يجي التأثير أيش سببه؟ ألفة الفيرينج اللي عم بأخرها من هون لو فش عندي تأثير ألفة فكان رح أكونه إن فيز كان مظبوط رح يكون فيه ديستورشن بس فيش تأخير وين بدأت أسبب الديستورشن لما إيش عملت؟ لما حطيت ألفة قديش كانت ألفة؟ تلاتين درجة أخرناها فتأخر الكرنت صار عندي فصار عندي هذا الفنديمنتل الرمس الكرنت هذا بينه وبين الفولتش كمان هو ديليد باي تلاتين درجة ورح يكون لاجينج إذا بدأ نفكر فيه بهاي الطريقة لاجينج هذا ملوش معنى أقول عنه لاجينج أو ليدينج بس هذا واضح إنه لاجينج إذن عندي ألفة بتساوي تلاتين درجة إذن التساوي كوسين ألفة وتساوي كوسين تلاتين درجة اللي هي إيش 0.866 مش هك؟ فصار عندي هلا الوفرال فاور 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 بتلع 0.955 مضروب في 0.866 بش بتلع الرقم النهائي؟ 0.828 اللي هو نفس الرقم اللي طلع معنا مفروض من هون إذا كنا محلينا المرة الماضية مش هيك؟ مضبوط مش هيك نفس الرقم تمام؟ أوكي إذن هيك إحنا وصلنا لهاي بطريقتين مختلفتين لأنه في ناس بعد ما حلينا الماضية سألني قال لي طب شو دخل الدستورشن والدس بليسمت؟ هاي إحنا طلعناهم بطريقة مختلفة تمام باستعمال الفوريير سيريز دكتور؟ نعم عسا الألفة اللي هي التلاتين هي إيش؟ هي يعني فيس بين مين ومين؟ التلاتين هلأ رح تصير إذا أنت ما عملت أي ديس بليسمت بين ما عملت ألفة ألفة كانت زيرو رح تلاقي إنه الكارنت هايو الكارنت هذا إيه؟ ها؟ لو رسمت هلأ إيه؟ الفولتج تبع إيه؟ رح تلاقي إنه الفولتج تبع إيه؟ خلينا أرسمه بنفس اللون هاي إيه اللي هو الكارنت مظبوط؟ وهذا اللي جاي في بالبوزيتيف بارت وهذا بالنغتيف هاف سايكل لو جيت رسمته هاي زاوية المية وتمانين وهاي رح تلاقي إنه هاي الفولتج وهي واحدة انتين تقريبا ثلاثة واحدة انتين ثلاثة طلع هلأ على الخطين السود الأسود لو ألفة كانت زيرو إيش منقدر نقول عن إيه بلس الكارنت وإيه بلس الفولتج باي سيمتري هما واضح أنهم إن فيز هلأ رح تقول لي هاي زيرو كروسنج مش مع هاي زيرو كروسنج مظبوط بس فاهم علي بس هذا مش ساينس ويد لما بطلع الفنديمنتل تبع هاد رح يكون الفنديمنتل كارنت تبع إيه بلس جاي بهذا الشكل رح يكون إن فيز فكأني عمالي بقول يعني هو ببينش غير لما تعمل الفوريير أناليسيز لما تعمل الفوريير أناليسيز رح تلاقي إنه هذا بطلع بالنسبة لهاي الويفور الكارنت بطلع هاي زيرو كروسنج تبعته من السيمتري اللي رسمناها واضح السيمتري شو يعني السيمتري اللي رسمناها ما خلينا زيرو كروسنج في بداية الستين حطناها في نصف الستين فصار فيه تلاتين قبله وتلاتين بعده وهون تلاتين قبله وتلاتين بعده ها ماشيين واضح فصار عندي هذا هو الكارنت إذن لما ألفا تكون زيرو إيش الزاوية بين الكارنت والفولتج بين الفنديمنتل كارنت والفولتج زيرو بس تبدأ تزيد ألفا شو بيصير التأخير هلا مظبوط ألفا إحنا بنعملها بالنسبة للثلاتين درجة بس أنا بقدرش أعملها قبل هيك فإنت كل ما زيدت ألفا شو بتلاحظ الكارنت صار فيه تأخر تأخر ها طب هو مش مفروض أن يكون عندنا فيس شيفت بين الكارنت والفولتج بشيرو الوجود الاندكتر يعني لأنه إحنا مش بيور ريسستر فعليا الاندكتر ما أثرش هون لأنه الاندكتر عمل خنق للأي سي لكل الأي سي اللي موجود ما أثر عندي بالهاي يعني ما في هون اللي بتفكر فيه أنت بالانجل فهمت عليك فهم عليك شو قصدة لا رح يطلع معي بهديك الحالة رح يطلع معي وما فيه فاهم عليك أنت بتقول لأنه عندي هون اندكتر وأنا حطيت وحملت الألفا زيرو يعني حطيت وبدا يمر عندي كارنت الـ موجود مش سببه كل اللي عمله الاندكتر هون خلى الكارنت دي سي فصار عندي دستورشن لأنه سحبت سكوير ويف والثاوي رح تكون تماما رحكون التنين تماما مع بعض إحنا اختلف هون بطلنا نشتغل على الطريقة هديك ما سحبنا سينيسود الكارنت بطلت الأشياء اللي كنا نحكيها هناك بطلنا نقدر نشوف مش كان عندي مش واحد وكان عندي مرة مصبوط فبطل يعني بطلت أدر أحسب لأنه صار في عندي دستورشن وعندي دستورشن أوكي هون الدستورشن سببه بس ألفه أيوة فارس آه رح يصير يعني أنا الفكرة العامة تمام تمام اوكي تمام إيش كان سؤالك اللي هون بتسوي الباور فاكتور بالضبط طب ليش لم نستعمل ما هو إحنا مضطرين نعمل باور يلكترونيكس نرجع نسأل السؤال بحاكم أحد مشاكل باور اليكترونيكس إنه إيش نعمد أخرب الطب ليش إذا إستعملته ليش إستعملت ها الدائرة هذا هو ممكن يكون عندي دي سي موتور بإمكان أتحكم في دي سي موتور أغير دي سي فولتج ما كنت أقدر عملها بطريقة تانية ما في طريقة تانية شو البديل إذا ما عندي باور يلكترونيكس وما إستعملت في اشياء كتير ما بقدر تحكم فيها اليوم. مظبوط هذا الثمن حين ندفعه. لكن في حل هلأ عم بصير. شو هو الحل?